خرج العشرات من أهالي محافظة ذيقار بتظاهرة غاضبة ضد مشروع خصخصة الكهرباء حاولوا خلالها اقتحام دائرة توزيع كهرباء المحافظة مراسل الفلوج أكد أن قوات مكافحة الشغب منعت المتظاهرين من اقتحام دائرة الكهرباء بينما أقدم آخرون على حرق إطارات السيارات ومحاصرة المبنى وسط إجراءات أمنية مكثفة واتشهد المحافظات الجنوبية تظاهرات متواصلة ضد مشروع خصخصة الكهرباء